اما ان اشترك بخلطة عطار ما اشترك لا مواربة او غموض هذا حديث بالعامية العرقية السهلة والبسيطة ينطق بها زعيم الطيار الاكثر حضورا في العاصمة والاكبر كتلة والاكثر هدوءا امام من اسماهم بولد الخيبة هؤلاء المستقلون ممن لم يجدوا سندا لهم مثل بعض المتحزبين وتلك تسمية اكثر شعبية يعرفها جيدا العرقيون ويعيها من هم خارج العرق وعلى مصير البلاد يتفرجون اما الحل المباشر الذي نطق به مقتدى الصدر فهو الذي بدأه بسراحة مطلقة وجرأة في المواجهة امام من يدعون انهم يريدون حكومة توافقية او سمها ان شئت تختلف المسميات اذا او تمتزج وقد تستبدل حروف بحروف لكن الكلمة الاولى والاخيرة ان الصدر ارادها بعدل ومهنية في صناعة سياسة المنتظرة لا ان يبقى العراق مضرب مثلا في تكسير مجادي في صناعة البيت السياسية الذين هم منه براء مثل ابو المثل يقول مثل بلاع الموس تبلاعات تنجرح طالعات تنجرح بس هذا بعد هذا التيار وهذا وضعه من العراق وإلى العراق ترك لهم الصدر المعادلة واعطاهم اطراف الحل فاما ان تكون المعارضة نهجا او تكون الاغلبية نهجا في النهاية فانه يريد بناء العراق فمن يريد البناء فاهلا به وليشمر عن يديه وليبدأ مع الصدر ترجمة نانسي قنقر